أول شيء هي أن هذه أول قمة عادية تنعقد بطريقة حضورية وهذا كانت شيء إيجابي بالنسبة للإفريقي على أن مؤسستها وأن آليتها يمكنها تشتغل حتى في ظروف صحبة وأن القمة رغم بعض المحاولات لتأخيرها نعقدت ونعقدت بشكل طبيعي النقطة الثانية هذه القمة كانت مناسبة لجديدها هي الاتحاد الإفريقي وهذا كذلك عنصر مهم وكانت هذه القمة تنهي الرئاسة دولة جنوب الإفريقي والاتحاد الإفريقي بالنسبة للمملكة المغربية فأول شيء في هذه القمة كان هو طبيعية الحل القضية الوطنية والقضية الوطنية بحل القمام ثلاثة العادية الأخيرة لا تذكرت لف تقارير لف القرارات وهذا كي أكد التوجه الجديد لعن الاتحاد الإفريقي لكي أكد بأن قضية الصحراء المغربية هي قضية على مستوى الأمم المتحدة وبأن الاتحاد الإفريقي وفق القرار 693 اللي كانت خاد في يوليوز 2018 هو هذا القرار الاتحاد الإفريقي دوره هو مواكبات ودعم لمجهود الحصري اللي كانت قوم به الأمم المتحدة في إطار اختصاصته كانت محاولة مرة أخرى لإقحام القضية الوطنية وشفنات صريحات لبعض المسؤولين للاتحاد الإفريقي بأن سيكون تخويقة ومجلس الأمن والسين وفعلا كانت هذه المحاولات ولكن لها لم تنجح ما نعقدتش تخويقة وما نعقدتش مجلس الأمن والسين لأن الدول الإفريقية اليوم وعية بأن استغلال الاتحاد الإفريقي لأجندات ما عندها علاقة بمصلحات الإفريقية مبقش مقبول من الدول الإفريقية وبالتالي فهذه القمة هذه تكرز هذا التوجه لعند الاتحاد الإفريقي في السنوات الأخيرة نحو عدم استغلال عدم استعمال الاتحاد الإفريقي وآلياته ومؤسساته لإقهام إفريقيا في قضية هي من اختصاص الأمم المتحدة النقطة الثانية التي كانت مهمة بالنسبة للمملكة المغربية وهي في الوقت الموضوع الأساسي كانت جائحة الكوفيد كانت مناسبة للتأكيد على المقاربة جرالة الملك محمد السادس لمواجهة جائحة كورونا سواء على المستوى الداخلي أو في إطار التضامن مع الدول الإفريقية ومملكة المغربية بتعليمات من جرالة الملك كان عندها دور رائد سواء في المرحلة الأولى من خلال كل الدعم الذي قدمته المملكة المغربية للدول الإفريقية فيما يخص مساعدات من حيث الأجهزة الوقاية والأجهزة الطبية بحيث كانت 21 دولة بالإضافة للمفاوضة للاتحاد الإفريقي استبدوا من هذا الدعم المغرب يعني سواء الكمامات أو الإجهزة أو هذا المغربيين اللي يمكنين تقريباً في كل دول الإفريقية وكتستعملوا حتى الموظفين للاتحاد الإفريقي المغرب كذلك بوفق مقاربة جرالة الملك والدولة الإفريقية الأولى اللي علنات على عملية تلقيح واسعة واللي كتهم المواطنين المغرب ولكن كتهم الأجانب المقيمين في المغرب بما في ذلك المواطنين الأفريقى الموجودين في المغرب والمغرب كذلك تقاسم مع الدول الإفريقية الجربة ديالو سواء من حيث مواكبات الجائحة مواجهتها والمغرب كذلك هذه العملية تلقيح مستعدة تقاسم الجربة ديالو حول كيف تخطيط لها وكيف تقيم بها وكيف تتعامل معها من تبدأ دول إفريقية أخرى عملية تلقيح واسعة فكان هذا انصر أساسي كذلك في المشاركة المغربية في إطار الاتحاد الإفريقي الاتحاد الإفريقي عنده واحدة الألية لمتابعة الملف الليبيábج طرأسها جمهورية الكونغو برازفيل وفي خلال هذه القمة الرئاسة الكونغو برازفيل تلفظت من المغرب بأنه يلتاحق ب هذه الألية والمغرب قبل و وفقت علم الدول فالمغرب إما تدعض الألية إفريقية المتعلقة بمتابعة الملف الليبيب بالطلب من رئاسة هذا الألية حぇي وإحساس جمهورية كونغو برازفيل فيما يخص تطورات الأخيرة فالمملكة المغربية ترحب بانتخاب الملتقى الحوار السياسي الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة لسلطة نفيدية مؤقتة لدولة ليبيا الشقيقة المملكة المغربية تهنئ الأعضاء الجدود للمجلس الرئاسي وتنويه كذلك باختيار وزير أول في شخص صيد عبد الحاميد دبيبا وتعتبر المملكة المغربية بأن المؤسسة الجديدة للرئاسة الوزارة الأولى من شأنها أن تعزز دور السلطة النفيدية في قيام بمهامها وواجباتها التي ينتظرها الشعب الليبي المغربي يعتبر بأن هذا اختيار السلطة النفيدية المؤقتة هو خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح